أيدها السيدات أيها السادة أسعد الله ظهيرتكم وشكرا لكم على الالتحاق بنا مجددا في هذه البعينات الاستهلالية لظهيرة المنتدى إدارة الإنترنت أولا أدعو صاحب المعارض سيد سوزوكي جندي وزير الشؤون الداخلية والاتصالات من حكومة اليابان الإدلائي ببيانه شكرا أسيد سوزوكي لك الكلمة السيد جون هالدي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الاقتصادية والاجتماعية سيدة يوروفا نائبة رئيسة المفاوضية الأوروبية السيد دورين مارتن السيد الأمين العام لالتحاد الدولي للتصالات السيد عبد الله من وزارة من وزارة الصلاة العربية السعودية السيد جون مراي عميد الجامعة كيو ومجلس أمنائها سيد تريبتي سنهام السيد شون بن جريفك من وزارة التنمية المحلية من النرويج السيد فينت سرف رئيس لجنة قيادة المنتدى السيد بيارن برغ نائب الأمين العام ومن مجلس أوروبا السيد القاضي اليمنى ليتركة من المحكمة العالية للتنزانية أيها السادة والسيدات يسرني ويشرفني ترحيب بهذا العدد الهائل من داعم الإنترنت من شتى أنحاء العالم من أجل مناقشة عدد كبير من الأمور المتصلة بالإنترنت في هذا المنتدى الذي يحتضنه اليابال أول مرة أصالة عن الدولة المضيفة أرحب بكم في مدينة كيوتو كما لا يسعوني إلا أن أعرب عن امتناني الكبير للأمم المتحدة والتي شاركت في قيادة هذا المنتدى خلال الأعوام الثمانية عشر المنصر وأن الإنترنت تطور بشكل كبير وحاول طريقة عملنا وتواصلنا واليوم بفضل الإنترنت طيف هائل من الخدمات وتطبيقات موفرة في العالم والإنترنت سار اليوم بنية تحتية لاغنة عنها في حياتنا اليومية وفي أنشطة الإقتصادية والاجتماعية وأن الإنترنت يمنح النفاذ لأشكال مختلفة من التعبير والمعارف في أنحاء العالم ويعتبر كأساس لإقامة الديمقراطية خلال عامة 18 منذ ابتداء هذا المنتدى رأينا بزوغة كثير من الابتكارات والخدمات التي يوفرها الإنترنت بتنوع كبير ونحن نؤمن أن هذا المنتدى والذي يناقش الإنترنت بعمقه من الهام أن يتكل على فلسفة خاصة به وأن يقوم على عملية ديمقراطية اجتمالية وفيما يتعلق دائما بالإنترنت فإن هذه الفلسفة الأساسية تتطلب نهج المتعدد أصحاب أشان من أجل أن يكون جميع المشاركين في هذا الحوار على قدم من المساواة وأن يمتاز أجمعين وجماعات بنتائجه وثمره الإنترنت من واجبنا أن نجعله ونقيه حرا ومجالا يؤدي بنا إلى علم مزدهر وديمقراطية واليابان تأمل أن تساهم في كل أشغال هذا الاجتماعي بشكل إيجابي كجهة مضيفة إن مزايا وفوائد الإنترنت لا يمكن أن يتمتع بها إلا بتواجد البنى التحتية في الاتصالات السلكية واللاسلكية للجميع وبشكل مقبول التكلفة نحتاج إلى وصول مقبول التكلفة وبجادة عالية وهو موجود في كثير من الوضع في العالم ولكن لا زال هناك عدد كبير من الناس الذين لم يربطوا الاتصال بالإنترنت بعد وفي نفس الوقت واجبناه هو أن نستبقى الابتكارات التكنولوجية جديدة وأن نخطط لكيفية تطوير شبكات الأخطرة تقدما ويجعل هذه التطبيقات قبلة للنشر وعلينا أن نغضى الطرف على الآثار السلبية للإنترنت أيضا ونشر المعلومات غير القانونية والضارة والتي تساعد على الجريمة الإكرامية وأيضا الغش والابتزاز على الإنترنت والهجمات السبرانية هذه أخطار تحفو مجتمعاتنا وعلينا أن نعمل عليها هذه السنة عنوان مؤتمرنا هو The Internet We Want Empowering All The People الإنترنت الذي نبتغي لتمكين جميع البشار ونتمنى أن يكون نقاشنا مثمرا وخاصة فيما يتعلق بما ينتظر من أصحاب أشياء من واجبات وأخيرا إن مدينة كيونتو هي المدينة البديعة والأبدع في اليابان والتي تعتبر جوهرة اليابان منذ قرون من الزمن وهي عمرة بالتقاليد العريقة وأتمنى أن تستطيعوا الاستمتاع بثقافة وطبخ وفنون اليابان وكيوتو بعد أعمالكم وأشغالكم بهذا أنهي كلمتي شكرا جزيلا أعطي الكلمة الآن لسيدة فيرا يوروفا وهي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المعنية بالقيام والشفافية من بروكسل الكلمة لك يا سيدة فيرا يوروفا صاحب المعالي أصحاب السعادة أيها الضيوف الكرام شكرا لكم على إعطائي هذا الشرف لإدلاء بهذه الكلمة بعد الكلمات الملهمة التي سمعناها من زير الشؤون الداخلية اليابانية أنا سعيدة بتواجد معكم في هذه المدينة البديعة مدينة كيوتو والتي نجحت في الحفاظ على رونق وجمال الماضي والتي تعيدنا بمستقبل أبهر إن هذا هو الخليط الحقيقي الذي ينبغي أن نحقيقه ونحن نفكر في مستقبل الإنترنت عندما استحدث الإنترنت مؤسسوه ارتأوا منه فضاء مفتوحا عالميا تتقسم فيه المعارف وتكون فيه المساواة هي الأصل والحريات هي المنطلقة مع الأسف لم تجري الأمور على هذا المنوى النماذج لحوكمة وإدارة الإنترنت متزايدة في العالم وهناك نزعات لفرض مراقبة على البيانات المتداولة في الإنترنت أو عاوض أن يستخدم الإنترنت لتوصيل المعارف وتقسمها فيستخدم في بعض الأحيان كآدات لاستخراج المعلومات حول الناس أدات قد تكون مستخدمة للتقسيم بين الناس وللتغليط وتضيط وإن النمو الأسية للذكاء الاستعاني يعيدنا بفرص أكبر مما أحرزه الإنسان من تقدم حتى الآن ولكن علينا أن لن نتجهل المخاطر المحفوفة بالذكاء الاسترعي وإن بمثل ما نجحت به كيوتو بالحفاظ على النقاء وطهارة الماضي وقدرة على التصدي للتحديات ومن نطمح للقيام في المستقبل ينبغي أن نتبع هذا المنوال حتى نحترم الحرية والانفتاح والكرامة المسألة ليست مسألة الإدولوجيات بل إنها مسألة احترام مثاق الأمم المتحدة وكيفية احترامها في القرن الحادي والعشرين هذا هو مبتغى إعلان مستقبل الإنترنت الذي أطرقه في أبريل 2022 والذي وقعت عليه سبعون دولتان وأنتهزها فرصة من أجل أن أحثكم وأحث كل الدول التي لم توقع على الإعلان أن تنضم له وهذا الإعلان سوف ينهض به الاتحاد الأوروبي في إعداده لإطلاق العهد الرقمي الدولي الذي أطلقه الأمين العام الأمم المتحدة وأنا سعيد بتأكيد على أنه بقيادة سيد الوزير سوزوكي اليوم موافقنا على أن نطلق مشاورات متعدد أصحاب الشن لنسخة المبادئ التوجيهية للذكاء الاصطناعي الإنتجية وكل مطوري الذكاء الاصطناعي التوليدي سيدعونا للتحاق بهذه المبادرة ونرى أن هذا سيكون الأساس المتين الذي سيضمانه السلامة والأمان في الإنترنت والاتحاد الأوروبي هو بصدد إتمام القانون الأوروبي لذكاء الاصطناعي الذي سوف يكتسي طبعا قانونيا 2024 هي السنة التي سوف نشهد فيها أكبر عدد المواطني الذين يشاركونا في انتخابات دموقراطية وللمواطنين أن يتخذوا قراراتهم على نور وعلى أن لا يعرضوا للتلاعب بمعلومات مضللة أو مغلطة من طرف الدول الأجنبية وأن هذه التدابير هي التي يتخذها الاتحاد الأوروبي من خلال مدونة السلوك المتعلقة بمكافحة المعلومات المضللة والبارحة كان النقاش مثمرا في هذا المجر وأعتقد أن الأمم المتحدة دور يؤديه وهذا الموضوع ينبغي أن يأخذ على محمل الجد في إطار الإعداد على عهد الرقامي العالمي التحدي أمامنا أيها زملاء لا ينبغي أن يستهان به ولكن في بعض الأحيان يمكن أن نجد الإلهام في الماضي لبناء المستقبل وهذا ما تعيدنا به كيوتو وهذا ما نأمل أن نخرج به من منتدى هذه السنة وشكرا لكم على حسن الانتباه شكرا الكلمة الآن نعطيها للأمينة العامة لاتحادي الدولي للاتصالات ولكن نعطي الكلمة الآن لصاحبي المعالي السيد عبدالله أسواحة وزير اتصالات المعلومات من العربية السعودية أن يقدم بيانه تفضل أصحاب المعالي والسعادة أيها الضيوف الكرام على منتدى إدارة الإنترنت في 2023 إن عالمنا اليوم عالم يشهد كثيرا من الاستقطاب والتشتت لا فيما يتعلق بالعالم الحي أو العالم الافتراضي الاقتصاد الرقمي مشهود أيضا وفيه تشتت وهناك عرقيل أكثر من 70% من الاقتصاد العالمي في العالم الافتراضي أي أكثر من 7.4 تريليون دولار هو فرص مفقودة أي ما يناهز المائة مليون وظيفة وجماعة هذا له تأثير على قدرتنا لتحقيق الحد السفري أو رأب الفجوة التمويلية التي تناهز 3.5 تريليون دولار أما رقميا فنحن أمام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكنه على الأقل عشر مرات أحسن أو أوخم ولذلك واجبنا هو أن نحدث انترنت نستحقه لتمكين الناس بالذكاء الاصطناعي الانتجي يمكن أن تتفاقم الأمور مثل الاستقطاب عندما كما نشهده في الاقتصاد الرقمي 50% من المدالة التجارية هي رقمية وقد يثير ذلك تحديات مثل التغليط والتضليل الذي يمس بالعالم بأشمله بتكلفة 80 مليار دولار عشر مرات هذا المبلغ وعلى الأقل قد يسبب هذا بتأخير قدرتنا على رأب الفجوة الرقمية ولذلك في إطار هذا المنتدى لـ 2023 سوف نبني هذا الحوار وسوف نساهم في متبعة هذا الحوار في الرياض في منتدانا لعامي 2014 من أجل أن نحقق إطارا عالميا للإنترنت إطارا اجتماليا مبتكرا وشاملا لجميع أصحاب الشأن بالشراكة معكم أجمعين فيما يتعلق بالاجتمالية لا ينبغي نترك أحدا خلف الراكبة 2.6 من الملايين من الناس لم يربطوا الاتصال بالإنترنت بعد ولذلك نحن سعداء بالتعاون مع دورين مع اتحاد الدول الاتصال من أجل أن يكون العالم متربطا على الإنترنت في غضون 2030 عملنا معا على دراسة في 2020 والتكلفة ستكون باهضة جدا اللهم إن أتينا بنموذج أعمال مغير للنسق الفكري وإلا فسيكلفنا ذلك نصف تريليون دولار من أجل أن نربط هؤلاء البقين خارج الإنترنت في العالم إذن بفضلكم بفضل الأطراف المختلفين نريد أن يتم الاتصال من خلال شبكات غير الأرضية وأن يتم الربط من خلال الأقمار الإصطناعية نحتاج أيضا إلى لوائح وتنظيمات ابتكارية وهذا بالإرشادات الرشيدة لصاحب سمو بن سلمان وقمنا بإطلاق أكبر مشروع لتسريع الذكر الإصطناعي التوليدي ما يسمى بالساند بوكس المسمى جايا ولقد قمنا بتأطير أكثر من خمسين من شركات الناشئة من خمسين بلدا ووفرنا لها مئتين مليون من التمويلات للتصدي لتحدياتها وأخيرا وليس أخيرا الإطار الحوكمة ينبغي أن يكون منقوشا كأصل من أصول تعددية أصحاب الشأن في 2020 تعهدنا خلال تلك السنة مع مجتمع الإنترنت ومجتمعات الدول التي تعهدنا بخمس تريليون دولار لضمان الاقتصاد وعشرين مليار دولار لتسريع الخطأ نحو تطوير اللقاح وأيضا دعم اليابان في توفير الإنترنت الحر والمفتوح بثقة وأيضا إطار الأوي سي دي لذكاء اصطناعي موثوق ولنكن جميعا من من سيجعل من منتدانا لهذه السنة منتدى الحوار والتعاون الذي سيعطي للإنترنت معناه الحقيقي الإنترنت الذي نبتغي لنكون من سفيضمن لعملنا التماسك والتعاون الجماعي لتحقيق توفق في الآراء حول خطة وجدوى الأعمال منتدانا لهذه السنة شكرا شكرا لك يا سيدي أعطي الكلمة الآن للسيدة دورين بوكدان مارتين الأمينة العامة لاتحادي الدولي الاتصارات لتقديم كلمتها الكلمة لك يا سيدتي أصحاب المعالي والسعادة أعياتها السيدات أيها السادة يشرفني أتقدم أمامكم وأنا معروفة في هذا السياق بصفتي الأمينة العامة الجديدة لاتحادي الدولي للاتصالات بالطبع أبدأ بالتنويه باليابان التي تحتضننا هذه السنة والتي وضعت العالم الرقمي في صدارة جندة قمة جي سبعة بهوريشيما وكان هذا هو دأبنا منذ اجتماعات المتتالية في المجموعة السبعة والمجموعة العشرين وحتى الجمعية العامة للأمم المتحدة العالم يعيش منعطفا منعطف التكنولوجيات الرقمية والتحديات العالمية الجديدة هناك رقم يستجلب انتباهنا أكثر من الرقم آخر ألا وهو النسبة المؤوية من أهداف التنمية المستدامة التي تتصل وتستفيد مباشرة بهذه التكنولوجيات هذا الرقم هو سبعون في المائة سبعون في المائة من أهداف التنمية المستدامة لها اتصال مباشر بالعالم الرقمي وخلال الفعالية الرقمية التي انعقدت على هامش الاجتماعي العام أو الجمعية العمومية للأمم المتحدة كان ذلك هو الموضوع الأساسي وأعتقد أن الذكاء الاصطناعي إن استخدم بشكل آمن ومسؤول الذكاء الاصطناعي سوف يؤثر علينا بشكل مضاعف ولكن قياس النجاح هو رهين بقدرتنا أيها سيدات والسادة على توفير هذه التكنولوجية لكل فرد على هذا الكوكب وفي كل مكان وكما قاله لكم صاحب المعالي سيد الوزيد السواحة 2.6 مليار من بني البشر غير موجودين على الانترنت فهو إقصاء من العالم الرقمي لعدد غير مقبول من الناس رجالا نساء وأطفالا وبوجودهم وبقائهم خارج الانترنت لا يمكننا أن ندعي أن نرأبنا الفجوة الرقمية هل هذا هو العالم الرقمي الذي نبتغيها؟ نحن بالطبع لا يمكننا أن نلتف حول الأمور بدون عمل ولا يمكننا أن نحل الأمر إلا جماعتنا ولهذا التعاون الذي دعي له من خلال القمة العالمية ومجتمع معلومات هام جدا ما قام به الويسس هو إطلاق نموذج متعدد أصحاب المصلحة من أجل التعاطي والمسائل الرقمية منذ بداية الألفين وكنا سباقين في الزمن وفي المكان ومنتدى إدارة الانترنت صار هو المكان متعدد أصحاب المصلحة العالمي الذي ينبر له بموضوع الحوكمة العالمية للإنترنت النقاشات الجارية في منتدى إدارة الإنترنت والويسس قمة مجتمع المعلومات العالمي مترابطة وفي نفس الوقت نعتبر أن أعمال ويسس وأهداف تنمية مستدامة هي أيضا مترابطة الواحدة بالأخرى ونحن الآن أمام فرصة لتشكيل العالم الرقمي الذي نبتغيه هذا العالم الذي يمكننا أجمعين وجمعات وأنا سعيد بالنقاشات الجارية لإعداد العهد الرقمي العالمي والتي تستفيد مباشرة من الدروس المستقاتي من ما اكتسبناه من عملية الويسس والمنتدى علينا إذن الآن ونحن نمشي نحو 2030 أن نستفيد من السنوات العشرين التي مضت من أول قمم مجتمع المعلومات في 2006 لدى المنتدى الأول تحدث أحد المتحدثين على الإنترنت على كونه مثل الطفل ولكن هذا الطفل كان سيتغير بسرعة وكان علينا أن نتابعه في تربيته ونشوئه وترعرعه السيدات والسادات والسادات لنرأى بالفجوات معاً لنحقق أهداف تنمية المستدامة ونعيدها على المساري الصحيح لنقم بذلك الآن معاً ولنخلق الإنترنت الذي نبتغي يداً في يد شكراً شكراً لك أدعو الآن دكتور موراي جون عميد الGraduate School of Media Governance من جامعة كيو أن يتقدم للمنصة لتقديم كلمته أيها الضيوف الكرام أيها السيدات أيها السادة مرحباً بكم في مدينة كيوتو البديع مرحباً بكم في اليابان سنة 2023 سنة معلم بالنسبة للإنترنت في اليابان فلقد احتضمنا عدداً من المؤتمرات منذ الربيع والآن منتدى إدارة الإنترنت فنحن سعد باستقبال هذا العدد الغفير من الزوار الأجانب في بلدنا للإنبراء لموضوع الإنترنت ومستقبله سنة 2023 تدعوني لنظري إلى تاريخ تطور الإنترنت خلال العقود الثلاثة المنصرمة أو العقدين المنصرمين فبدأنا قلة بتطوير الإنترنت وفي ذلك الوقت كنا نشعر بتملك هذه الأدات وأننا كنا نطوره لصالح المستخدمين فقط ولكن أتذكر فينت أنني كنت أتناقش مع كفتما خمسة وتسعين موضوع توفير الإنترنت للجميع ولكن الحققنا ذلك فحتى سنة 2000 مستخدم الإنترنت في العالم لم يكن يتعدى 6% من سكان الأرض وصلنا الآن إلى 70% ولكن حريون بنا الآن أن نضمن ولوج الإنترنت لبقية سكان الأرض خلال هذه المرحلة في اليابان في 1995 ضرب بنا زلزال مدمر في منطقة كانساي في هذا المكان وحينها وعينا بأهمية الإنترنت وقدرة التعاون العالمي من أجل دعم الأرواح البشرية واكتساب المقدرة على الانتعاش بعد الكوارث فسنة 1995 كانت هي نقطة بداية تاريخ الإنترنت في بلادنا بعد تلك السنة ضربت بنا زلازل عديدة وكل مرة استطعنا بفضل الهواتف الذكية وفي 2011 أن ننقذ كثيرا من الأرواح بتنشر المعلومات التي تنقذ الأرواح وخلال السنوات الثلاثة المنصرمة عانى العالم كله من جائحة الكوفيد-19 وأعتقد أن الانترنت ساعدنا على الاستمرارية في الأعمال بفضل الاجتماعات عن بعد بفضل العمل عن بعد في كل أنحاء العالم وهذا سرع عشر مرات من دأبنا في إعلاء أهمية الانترنت وأهمية البنى التحتية المتصلة بالانترنت والآن وصلنا إلى حقبة الذكاء الاصطناعي وأعتقد أنه من الهم بمكان أن نستخدم بشكل أنسب التكنولوجيات الجديدة الناشئة أمامنا ونحتاج للتفكير أيضا في الأمن السبراني وتأمين المستخدم النهائي لهذه التكنولوجيات وفي نفس الوقت إن استخدم لشكل سليم تكنولوجيا الإنترنت يبقى أمامنا واجب آخر ألا وهو الاستخدام الأخلاقي للإنترنت وأتمنى أن تكون هذه الفرصة فرصة التجمع جميع أصحاب المصلحة في الإنترنت أن تكون هذه الفرصة هي الفرصة التي سوف نتفق فيها معا حول مستقبل إدارة الإنترنت أتمنى أن يكون اجتماع كيوتو هو نقطة الانطلاق للاستخدام الأخلاقي لبيئة الإنترنت وشكرا للمتحدث تاليه هو السيدة إذن شيهان السيدة مجلس إدارة آيكان تفضلي سيدتي شكرا أصحاب سعاد أصحاب المعالي حضرات السيدة والساد أطابت أوقاتكم يساعدني ويشرفني أن أشارك في هذا المنتدى الثامن عشر لحكمة الإنترنت في مدينة كيوتو الجميلة إن التقدم في العالم التكنولوجي تغيرت الطرق التي نقوم فيها بالعالم وأيضا طريقة تواصلنا ونرى بأن ثمانية مليارات أشخاص هم متواصلون في العالم في شكل لم يسبق له مثيل إن الجائحة برهنت إلى أي حد الإنترنت هي مهمة تربطنا بكل شيء من التعليم وحتى ببعضنا البعض في حالات الأزمات إن الإنترنت تتضمن مصادر تعتبر من حقوق الإنسان الأساسية في هذا المنتدى طلب منا أن نعكف على تدارس موضوع شبكة الإنترنت التي نطمح إليها تمكين كافة الشعوب وهكذا فأن هناك تطلعات لإنترنت مفتوحة ويمكن النفاذ إليها وفي متناول الجميع وإذ نفكر في هذه الشبكة التي نطمح إلى تحقيقها دعوني أفتكر في المستقبل ونحن قد تعلمنا أمثلات من الماضي جيدة وسيئة وعندما نتطلع إلى المستقبل نرى بأن أحد المبادئ الأساسية هو أن يكون هناك أن يكون هناك تشغيل بين انفتاح إضافة إلى عقول منفتحة وخيال واسع أن هذه المبادئ التي تنقتها المجتمع الدولي للتقنيين سمح بالتحول الذي وصلت إليه الإنترنت والتغييرات التي مكنتها الإنترنت والتي غيرت حياتنا بطرق ملحوظة أود أن أتفكر الآن في ما نريده لهذه الإنترنت قبل كل شيء نريد الشمولية الرقمية مستقبل بعيدا أو بغض النظر عن أي مستوى اجتماعي ثقافي أو غيره يجب أن يسمح للجميع باستخدام الإنترنت نريد للاكتصاديات الصاعدة والناشئة أن تترعرع وتزدهر حتى تتمكن من الاستخدام هذا المورد المهم على الرغم من انتشار الإنترنت في العالم فإن عدد كبير من الأشخاص في العالم لا ينفذون إلى الإنترنت الأمر الذي يؤثر على التعليم خدمات الصحة والفرص الاقتصادية إن نشر النفاذ إلى الإنترنت لا يقتصر على تطوير البنية التحتية بل توفيرها بأسعار ميسورة إضافة إلى وضع مضامين وخدمات متكيفة مع الأوضاع البحلية ويجب على الجميع أن يتعاون حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من العصر الرقمي بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو درجة تعلمهم ولهذا علينا أن نعمل مع أصحاب المصلحة حتى تصبح الإنترنت مسرحا لتبادل الآراء والمعلومات من ثقافات مختلفة حتى بشكل يسمح بالتشديد على وجه الإنترنت المتعدد الأوجه نحن نريد أن ننظر في التحديات ولهذا فإن نموذج نمط المتعدد المصالح أصحاب المصلحة المتعددين يعتمد على حوار لتبادل الآراء بشكل يصب في خانة وضع السياسات الملائمة نحن نريد شمولية وديمقراطية في مشاركة أصحاب المصلحة الأمر الذي أدى إلى ممارسات وتعاون وتدعيم لأثقا وكل ذلك متأصل في نموذج يشدد على الشمولية المشاركة والخبرات إضافة إلى الشفافية في كافة الحوارات نحن نشدد على قضية الشفافية والأمن وفي الوقت أصبحت فيه أثقة مهمة فنحن نريد أن يكون لدينا إنترنت قابلة للتكيف وأيضا تعتمد على شفافية والمعايير التي يمكن أن تؤدي إلى إنترنت آمنة وصديقة للمستخدم نحن أن هذا النموذج القائم على تعدد أصحاب المصلح مهم جدا من أصحاب الوضع السياسات أصحاب الأعمال وأيضا المجتمع المدني وغيرها حتى نتوصل إلى رؤية متينة للإنترنت وبقيادة من هذه المجتمع فنحن نريد أن نتقدم نحو تحقيق هدفنا فيما يتعلق بشبكة الإنترنت التي نطمح إليها علينا أن ندعم الإنترنت حتى تكون حافزا للتغيير الإيجابي إضافة إلى مستقبل يتواصلوا فيه الجميع قبل أن أختتم أود أن أتحدث عن التكنولوجيات الحديثة وتطورها في أسنة الماضية كان لدينا ابتكارات في التكنولوجيا التي أدت إلى تقدم في الإنترنت نحن على مفترق طريق فيما يتعلق بالزقاء الإصطناعي إضافة إلى تكنولوجيا الكمية ونحن على أهبة واستعداد لإعادة تحديد هذه التغييرات إن مخاطر التكنولوجيا الإصطناعي لا يمكن أن ننكرها لا شك بأنها ستسهم في حياتنا ومما لا شك فيه أيضا هو أنها ستؤثر على حياتنا نحن على بانتظار كل هذه التغييرات نحن بحاجة إلى عناصر تغيير تعتمد وتقدم من خلال شبكات مترابدة عبر الإنترنت دعونا نثابر في جهودنا حتى نتمكن من التوصل إلى مستقبل رقميا حيث أن الإنترنت ستبقى ملهما لإبداع ورفاهية ختاما أود أن أعرب عن خالص امتناني لأمانة المنتدى وأيضا للمضيف ودعونا نعمل معا من أجل إنشاح هذا المنتدى معا وبأذهان مفتوحة يمكن أن نمكن الجميع وهو هدفنا من أجل شبكة إنترنت نطمح إليها جميعا شكرا جزيلا والآن أود أن أطلب من السيدة سيجنيان جيلسيفيك وزير الحكومة المحلية والتنمية الإقليمية من ناروج أن يدل كلمته سيدي تفضل أصحاب السعادة أعضاء البرلمانات أيها المندبون الكرام حضرات السيدة والسادة قبل كل شيء أود أن أعرف عن خالص شكري للحكومة اليابانية على استضافة هذا المنتدى المهم في مدينة كيوتو الجميلة والتاريخية أريكاتو جوساي ماسو إذن كلمات الترحيب لكم باللغة اليابانية إن منتدى الحكومة الإنترنت لطالما طالب بإنترنت مفتوحة شاملة ونتناول الجميع وذلك منذ إنشاء هذا المنتدى وهو يدعو أصحاب المصلحة من كافة المجالات ومن كافة الأقاليم للتعاون حتى يضعوا صورة لشبكة الإنترنت التي نطمح إليها عن طريق تمكين كافة الشعوب وهو الموضوع الذي اختاره لهذا المنتدى الجانبي الياباني إن أثار الإنترنت متعددة والمنتدى منتدى حكمة الإنترنت هو يلعب دورا مهما في تيسير الحوارات بين الحكومات والبجتمعات الودنية وكذلك الأوساط الأكاديمية والتقنيين إضافة إلى القطاع الخاص إن حكومة تدعم منتدى حكومة الإنترنت مع كافة حواراته ونثني على رغبته في إشراك كافة أصحاب المصلحة نحن نعترف بالحاجة إلى تحسينات مستمرة إضافة إلى عقد الحوارات بغية النظر في مواطن قلقنا المختلفة نظرا للأهمية الاستراتيجية للإنترنت هناك عدد من المبادرات فيما يتعلق بمنتدى حوكمة الإنترنت هناك ونحن دولة صغيرة ونحن مقلقين على مسألة الشمولية نحن قد نغشى بأن يكون لدينا تأثيرا صغيرا فيما يتعلق بشكل الإنترنت المستقبلي نحن لدينا تحديات فيما يتعلق بتعدد المبارد المتبادرات وأيضا الساحات ولذلك فإننا نشدد على أن يرتدي منتدى حوكمة الإنترنت هذه الشخصية التي هي تستقبل أصحاب المصارف المتعددين ونحن نود أن نعرض عليكم استضافة هذا المنتدى عام 2025 برأينا أنهم ضروري جدا أن يكون لدينا حوكمة تستند على نمط تعدد أصحاب المصلحة ونحن نرى أن هناك عدة توجهات في أفريقا وفي آسيا أن الاقتصاديات الصاعدة في هذه الأقالين بإمكانها أن تنتقل إلى الرقمنة سواء في الحكومات أو القطاع الخاص وذلك عن طريق وضع الأدوات الممكنة أن النروج ستستمر بالعمل مع كافة الشركاء الثنائين وتعدد الأطراف كذلك القطاع الخاص من أجل تحفيظ هذا النمو في البلدان المختلفة منها النامية هذا مهم جدا حتى نتمكن من التوصل إلى اعتناق التكنولوجيات الرقمية برأينا أن الحلول الرقمية لا يمكن أن تلعب دورا مهما جدا في عمليات التنمية الدياب مثلا تمكنت الأوكرانيين من التواصل عبر الهواتف الذكية والأمر الذي سمح بتكيف مع الأوضاع الحالية وكذلك مواجهة الأوضاع الناجمة عن الحرب ولهذا فإن الحكومة الأوكرانية قررت رقمنة كل خدماتها إن استجابة للاحتياجيات خلال الحرب تعطينا محفزا في هذا المجال حتى نتمكن من إدراك أهمية الإنترنت وحوكمتها في أيام في أوضاع الأزمة إن تعلم الدرايات في هذا المجال هو الطريقة لكي نضمن بأن الجميع سيحصلون على المساعدة في المكان الملائم وفي الوقت الملائم إن المناقشات الحالية فيما يتعلق بالتكنولوجيات الناشئة بما في ذلك ذكاء الاصطناعي قد برهنت بأن التطور التكنولوجي يأتي ترافقه المخاطر بالنسبة لحكومتنا نعتقد بأنه يجب أعطاء الأولوية لوضع أنظمة تحرس على أن الابتكارات التكنولوجية وتطورات التكنولوجية تحصل بطريقة مسؤولة أخذة بعين الاعتبار احترام حقوق الإنسان وخصوصية البشر إن موقفنا واضح إن حقوق الإنسان ليست فقط تسارية في العالم الحقيقي وإنما الواقعي وإنما أيضا في العالم السيبراني اللي كي نضع نموزجا ملائما لحكمة الإنترنت يجب أن نعمل على مبادئ عدم التمييز سواء كان على أساس العرق أو الانتماء الإثني أو الجنس الجنساني أو أي أمور أخرى يجب أن تكون الإنترنت مساحة حيث يمكن الجميع أن يمارس حرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وغيرها إن النروج تظل متفانية أو تتفانى من أجل تجيع الحفظ على هذه الحقوق في المساحة الافتراضية والسيبرانية وذلك عن طريق تبادل الممارسات الفضلة والأنظمة التي يمكن أن تعطي للدول الأدوات الملائمة للاستمرار في عمليات التنمية كافة دول للأمم المتحدة قد دعمت الإطار السلوك المسؤول في المساحة السيبرانية ووضعت القواعد الملائمة لذلك بما في ذلك إمكانية وضع قانون دولي متعلق بالفضاء السيبراني الاستدامة من أولويات نحن نريد حلول من أجل تقليص الأثار الوخيمة لبنية التحتية الرقمية وأيضا تقليص الانبعاثات في العديد من القطاعات المجتمعية بالإضافة إلى ذلك فإن منتدى حوكمة الإنترنت يمكن أن يسر الحوار حول التكنولوجيات الرقمية وذلك عن طريق رفع التحديات البيئية يمكن استخدام التكنولوجيات من أجل تخفيف وطأة تغير المناخ مساعدة الزراعة المستدامة وبناء المدن الذكية وإن تبادل التجارب الناجحة ستساعدنا على استخدام التكنولوجيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع نحن نود أن ندعوكم جميعا للإندمام إلينا في تعزيز منتدى حوكمة الإنترنت ونأمل بأننا سنتمكن من استضافة الـ IGF منتدى حوكمة الإنترنت في 2025 معا يمكن أن نعزز عملية التعاون التي هي أساسية من أجل التواصل إلى منظومات رقمية مثالية وشكرا والآن أود أن أعطي الكلمة لسيد فهو رئيس الفريق القيادة التابع لمنتدى حوكمة الإنترنت تفضل سيدي بتناول الكلمة أود أن أستعيد شبابي قبل كل شيء يسعدني ويشارفني أن أتحدث أمامكم في كيوتو هذه الجميلة المدينة الجميلة ونحن سنستلهم منها في مجال الإبتكار وهنا أود أن تهز هذه الفرصة كي أشكر حكومة اليابان على حسن الديافة وكذلك على التخطيط الممتاز لهذا المنتدى منتدى حوكمة الإنترنت لعام 2023 أنا شاركت في جلسة هذا الصباح وبصفتي رئيسا لهذه اللجنة فأنا أتطلع لمناقشات منتجة ومثمرة كانت البارحة البارحة كان لدينا اليوم الصفر وأشدد على ذلك برأي أن كل شيء يجب أن ينطلق من الصفر إنه نرى بأننا نحن نشارك في العديد من الجلسات التي تم تخطيط لها حسب ما سمعت 300 جلسة حتى الآن وهذا ما قاله لرئيس الأمانة نعتقد بأن هذا العدد هائل لا أعتقد بأننا سنحضر الجلسات 300 وإنما سنذهب إلى أكبر عدد منها إن تعزيز كافة المدولات مهم جدا في المنتدى ونأمل بأن أفكاركم ستنير القرارات التي ستتخذها الهيئات التي لديها تأثير على طريقة عمل الإنترنت نحن نقدر تقديرا كبيرا عمل العمل الفريق الاستشاري لأصحاب المصلحة المتعددين والذي يحضر لهذا الاجتماع في كل سنة بمعية الأمانة وأبدو أن أشكر السيد ميتشل على ريادته الرائعة وترأسه لفريق الاستشاري ولأصحاب المصلحة المتعددين ونصفق له على جهوده الدؤوبة نحن نتطلع إلى نتائج أعمال الميسرين في رواندا وسويدن وسويد فيما يتعلق باتفاق الخاص بالإذن بال سي دي جي الاتفاق الرقمي العالمي ونحن نتطلع إلى الحصول على نواتج عملهم نحن نعرف بأنهم سيتابعون عملهم في 2024 علما بأن نتيجة عملهم ستكون مهمة جدا لمستقبل الإنترنت ونحن أيضا نتطلع إلى قمة المستقبل ومما لا شك فيه بأن نواتجه أيضا ستلقي دوءا مهما على طريقة العمل ليس فقط فيما يتعلق بالإنترنت وإنما أيضا التحديات الأخرى بما فيها التدغير المناقي فنحن نعرف أن هذه هي من مواطن قلقنا في السنوات المقبلة وأنا أود إذن أن أشارك أشكر مرة أخرى الفرق لأصحاب المصلحة المتعددين وكذلك أنتم المشاركين على كافة أفكاركم حول موضوع هذا المنتدى وهو شبكة الإنترنت التي نطمح إليها لكننا لن نتوصل إلى الأفكار الملائمة إلا إذا ما فكرنا بالطريق إلى تحقيق هذا الهدف وهنا أود أن أشاشح المشاركين بالتفكير بشكل أكبر حول الطريقة التي سنحقق بها هذه الأهداف المتعلقة بالإنترنت التي نصب إليها ونحن قد قلنا أراءنا في هذا المجال أن الآن علينا أن نركز على طريقة الوصول إلى تحقيق هذا الهدف وذلك من ونحن نتطلع إلى اجتماع المنتدى الحوكمة الإنترنت في الرياض في السنة المقبلة أعتقد بأنه عندما نفكر بما نريده إذا لم نفكر بطريقة تحقيق ذلك فننتمكن من الإفلاح في عملنا علينا أن نفكر في مخاطر على رغم من أن الإنترنت تعطي مجالا للتواصل فإن الإنترنت أيضا قد تكون مصدرا لأخبار الكاذبة شأنها شأن أي وسائل أخرى إذن علينا أن نعكف على تدارس ما يمكن أن يساعدنا على تنظيم ذلك إذن نحن علينا أن نفكر بالمساءلة مساءلة لأعمالنا وكذلك أن نفكر بطريقة لبناء إنترنت آمنة للجميع إن فريقي يتطلع للتحاور معكم جميعا خلال هذا الأسبوع وأيضا خلال السنة المقبلة ونحن تطلع إلى اجتماعات الإقليمية للمنتدى والتي هي بأهمية هذا الحدث السنوي لأنه نريد أن نتوصل إلى الإنترنت فيها هي كناية عن بيئة مثمرة ونحن إذن نتطلع إلى كافة هذه الفعاليات نحن في الفريق القيادي نتطلع إلى اجتماع أسبوعي مع مشاركة ناجحة لكافة أصحاب المصلحة ونتطلع للقاء بكم مرة أخرى في السنة المقبلة وفي السنوات التي ستليها شكرا جزيلا أن المتحدث التالي هو إلى السيد بيرك دفلور من مفوضية الاتحاد الأوروبي تفضل سيدي عفوا من مجلس أوروبا إذن نائب أو وكيل الأمين العام لمجلس أوروبا معالي الوزراء أصحاب السعادة حضرت السيدات والسادة بعض اليوم في هذه القاعة ربما لا يمكن أن يتذكروا كيف كانت الحياة قبل اختراع الإنترنت مثلا الهاتف والموسعات والرسائل التي كان يسلمها ساعي البريد إن انفتاح العالم الرقمي مع سرعة الإنترنت قد بدل الطريقة التي عشنا فيها لا بل أنه غيرنا نحن كبشر هناك الكثير من أوجه الحياة اليوم تتوقف فيما لو توقفت الإنترنت إن الإنترنت هي الاختراع المبدل لعصرنا هذا يسعدني أن أتحدث لبل أنه شرف لي أن أتحدث مع سيد سيرف فهو وزملائه كانوا كانوا وراء العمل الذي وصلت أو المرحلة وصلت إليها الإنترنت اليوم نحن لدينا 46 دولة عضو وفي مجلسنا ونحن نعترف بالفرص التي تقدمها الإنترنت إضافة إلى مخاطر العالم الرقمي ولذلك في عام 1996 بدأنا بالمفاوضات لما أصبح في وقت تال اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية اليوم لدينا 68 عضو هناك مئة دولة أخرى تستخدمها كإلهاما لقوانينها المحلية تساعدها في مكافحة الجريمة السيبرانية نشأت هذه الاتفاقية في أوروبا ولكنها في متناول كل العالم لدينا بورتوكولين الأول لمكافحة الزميز العنصري وكره الأجنبي والثاني متعلق بالسلوك على في السحابة وأنهما يشددان على أهمية نهج القائم على تعدد أصحاب المصلحة ونحن نعمل مع الحكومات وكذلك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص إضافة إلى المنظمات التقنية والشركات التكنولوجية نحن بحاجة إلى كافة الخبرات لا بل نحن نعتمد عليها إن منتدى حكمة الانترنت قد اعتمد هذا النهج الشمولي ولذلك فنحن قد دعمنا نهجه وذلك منذ الأيام الأولى حيث أنه تم فيها عقد الوسس أو قمة العالمية المجتمع المعلومات وذلك قبل عشرين عاماً مما لا شك فيه أن أمامنا الكثير لكي نعمله حتى تتمكن الحكومات وغيرها من وضع المعايير الملائمة الابتكار يجب أن يبقى أداة خيرة وأن الذكاء الاصطناعي هو مثل رائع على ذلك أن تسخير فوائد الذكاء الاصطناعي مع تخفيف من وطأة أضراره هو تحدي لنا جميعاً اليوم ولذلك فإن مجلس أوروبا يعمل على معاهدة دولية حول تصميم تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والمفاوضات دائرة حول مضامينها وبمعية 46 دول عدو إضافة إلى الدول المراقبة ودول من خارج أوروبا كلها ستشارك إضافة إلى منظمات من الكتاع الخاص والمهنيين وغيرهم وكلهم نحن بحاجة إلى عملهم وإلى مساهماتهم في إطار هذا النهش وتعدد أصحاب المصلحة ونحن نرحب باندمام أفريقا أخرى لأن هدفنا هو أن نجعل من هذا المعاهدة شاملة وعالم يقدر المستطاع وأنا آمل بأننا ستمكن من وضع لمسات الأخيرة على نواتج هذه المفاوضات فيما يؤير 2024 وأخيرا أود أن أعرب عن امتنان للمضيف الياباني وأيضا لأمانة منتدى حكمة الإنترنت على تنظيم هذا المؤتمر المهم مما لا شك فيه بأن اليابان معروفة بقدرتها على الابتكار ولهذا فهي المكان المثالي لنناقش انترنت مفتوح وشفاف وبمتنوى الجميع شكرا لانتباهكم شكرا المتحدث التالي هو القادي اليماني لالتايكا من المحكمة العليا في تنزانيا أطلب منه أن ينضم إلينا وأن يعتلي خشبة المسرح لك الكلمة معالي الوزراء وأعضاء البرلمان السادة الضيوف السيدات والسادة تخيلوا أن هناك اجتماع يجري في مكان ما في بلد بعيد أو حتى في الفضاء الخارجي ولكن قد يكون هذا بعيدا للغاية وأنتم ترشحتم للحضور ذهبتم إلى هناك وقابلتم أشخاصا رائعين يبدون أنهم ودودين ولكن بعد بطعة دقائق أدركت أنك مختلف أنت لا تفكر مثل هؤلاء ولا تبدو مثلهم وهؤلاء الأشخاص بالألاف خمس ألاف تسعة ألاف مشاركين ما الذي ستفعله هذا هو شعوري هنا أيها السيدات والسادة لأن من بين كل الحضور أنا الوحيد الذي يحمل لقب قاضي أنا القاضي الوحيد في هذا الاجتماع فإذا كنتم إذن من الأشخاص الذين أقوم بنظري في قضاياهم تخيلوا مدى الآراء التي يجب أن أبديها في أماكن مثل هذه بعيدا عن المزاح أنا أدركت أننا الآن نقوم بإجراء عملية هامة للغاية تؤثر على العالم بأسره ولكن في هذه العملية أنتم لم تشركوا القضاء فاسمحوا لي أن أتحدث بنيابتي عن القضاء في جميع أنحاء العالم وأيضا أتحدث بنيابتي عن أقاربنا وهم وكلاء النيابة ممثل للدعاء عندما دعيت إلى هنا واجهت الأمانة بعد الصعوبات في أين تضعني في أي مصار تضعني لأن هذه المرة الأولى التي يجدون فيها أن هناك قاضي يبدي اهتماما بالحديث في هذا المنتدى فلم يكونوا متأكدين أين يضعوني في أي جلسة فهل يضعوني في مصاري البرلمانيين فإذا بالأمس وضعت فيه مع مجموعة البرلمانيين وكنت أتحدث مع مجموعة من البرلمانيين في لقاء الأمس في معظم الدول التي تنتمي إلى الكومون ويلث فإن ممثل للدعاء يعمل في هذا المجال أولا وبعد ذلك ينتهي به الأمر كبرلماني فبدأت حديثي كممثل للدعاء وألقيت بخطبتي وأحد المتحدثين كان السيد فوريك من جنوب أفريقيا وذكرني وذكر الحضور بأهمية العمل سويا إذا أردنا أن نتحرك بسرعة فلنتحرك بمفردنا وإذا أردنا أن نتحرك إلى مسافة أبعد فيجب أن نذهب في معيات آخرين وأنا أريد منكم جميعا أن تأخذوا هذه الرسالة على مأخذ الجد وأن تضمنوا أنه في العام المقبل إن شاء الله إذا دعيت إلى هذا المنتدى الرائع لن أكون بمفردي ولن أشعر بالوحدة لأنه بمنتخص صراحة فأنا لا أعرف إذا كنتم قد استمعتم إلى شخص مثلي يفكر مثلي ولكن لماذا نحتاج إلى تواجد القضاء في عملية مثل هذه أولا إن عملية سن القوانين تنتهي بالقضاء كل ما تناقشونه في البرلمانات في أماكن أو مراكز الفكر كلها ينتهي بها الأمر لدى القاضي الذي يقول هذا هو التفسير الصحيح لهذه القاعدة أو تلك فسيكون من المحزن أن تفشل العملية التي قمتم بإجرائها لأن القاضي الذي أوكلت إليه مهمة البت في قرار متعلق بحوكمة الإنترنت قام بشط ب جملة كاملة مثلا مما كتبتموه لأنه لم يفهم ما تقصدون فإذن في هذه الحالة فإن القاضي سيقع في خطأ فأرجو منكم أن لا تسمحوا لنا أن نقع في الخطأ أرجو منكم أن تيسر تأسيس مسار للقضاء إنما تناقشونه أمر له أثر عظيم وهذا أمر يتعلق بحرية الإنترنت بحماية الأشخاص الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت يتعلق بحرية تقاسم المعلومات وأيضا اعتماد وتبني الذكاء الاصطناعي فنحن نريد أن نستفيد من شبكة الإنترنت في جيلها الثالث كل هذا أمر مهم ويتعلق بسيادة القانون في المجال الرقمي لا يمكننا أن نتحدث عن سيادة القانون في الفضاء الاعتيادي ولا نتحدث عنها في الفضاء السبراني وأخيرا بعضكم قد عرف أنني من تنزانيا وإذا كنتم تسألون أين تقع تنزانيا على خريطة العالم فإن تنزانيا هي البلد الذي يتواجد فيه أعلى جبل في أفريقيا وأعلى جبل منفرد في العالم جبل كلمانجارو فإذا كنتم لا تذكرون تنزانيا فأرجو منكم أن تذكروا هذه الصلاة هذا الدعاء الذي يتقدم به هذا القاضي أريد منكم أن تدعوا جميع القضاء في بلادكم أن يساهموا في عمل المنتدى حقامة الإنترنت محلياً فأنا هذا القاضي من أرض كلمانجارو الذي أتى أيضاً من خلفية أكاديمية ودرس في جامعات قبل أن يصبح قاضياً فأنا لدي فكرة جيدة عن العمل الرائع الذي تقومون به وأنا أريد أن أخبركم أنني ألهمت بالأمور التي تعرضت لها هنا في هذا المنتدى وأنا أود أن أتمنى لكم كل النجاح وأتقدم بعميق الشكر لحكومة اليابان فأنا كنت في الماضي محامي للحقوق الملكية الفكرية وقرأت الكثير عن اليابان وكنت أحلم بالحضور إلى اليابان وإن مشاهدتي لوزير سوزوكي ورئيس الوزراء في الصباح كان هذا أمراً رائعاً لأنه ما كانني من أن أرى وجوه هؤلاء الأشخاص الذين طالما قرأت عنهم شكراً جزيلاً على السماح لليابان بعرض هذه الضيافة للعالم شكراً لكم جزيلاً سيداتي وسادتي إننا نقترب الآن من نهاية البيانات الافتتاحية اسمحوا لي أن أعرب عن تقديري بنيابة عن الأمم المتحدة وحكومة اليابان لجميع الدول الأعضاء على مشاركتها الناشطة وتبادلها المثمر للآراء قبل أن تغادروا القاعة أرجو أن تتأكدوا من أنكم قد أخذتم جميع متعلقاتكم معكم أيضاً أرجو أن تقوموا بتسليم أجهزة استقبال الترجمة الفورية للموظفين عند أبواب الخروج وهذه الليلة فستكون هناك ليلة الموسيقى التي ستبدأ في الساعة السابعة مساء في قاعة الأمير في الطابق تحت الأرضي بفندق الأمير تاكا رجايكي وأرجو منكم أن تنضموا إلى هذه الأمسية الرائعة مرة أخرى شكراً جزيلاً على حضوركم ترجمة نانسي قنقر